السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو جديد في هذا الفيديو جديد في هذا الفيديو جديد فهذا الفيديو جديد نستغل القصبات الفارغة بطبيعة الحل من بعد ما كنا نتاهي من الخدمة و نستغل هذا الحرير نخدمه فكنا نأخذ القصبات الفارغة و نجيب هذا الجوج الفيليلات فكنا نأخذ الخيط من الكيس الدقيق يعني الخيط من الأفضل من الأفضل نستغلوهم و نستعمل الخيط المهم أنه يكون قاسح لكي يخدمك مزيان و تاخذ الجوج الفيليلات و تخدمي بهم بشكل عادي جدا طبيعة الحال في هذا العمل هذا خاصك بزاف القصبات الحرير اللي يكونوا فارغين تقدري يعني تاخذهم غير من عند الخياط بزاف دي الخياط غير كيرميهم يعني كل شي غير كيرميهم صراحة كل شي كيرميهم حتى أنا كنت كيرميهم يعني كنت غير كنسالي من الخدمة ديالي كنت نرميهم عادي جدا ولكن من بعد شفت باللي نقدر نستغلهم و ندير بيهم أفكار زوينين بزاف لاحظوا معي مزيان من بعد ما تبت هذك الخيط ديالي في القصبة اللولة كنرجع للقصبة الثانية و كنهبط في هذك الخيط اللي من الجيهة اليمنى لاحظوا معي مزيان الخيط اللي في الجيهة اليمنى دخلناه و الآن غنرجع و غد نخالفه مع الخيط ديال الجيهة اليسرى هنا بحل كتخدمي بالطريقة الزعمة ديال انك تخالفي الخيوطة يعني مرة كتخدمي بهذا الخيط كترجعي كتخالفي مع الخيط الآخر باش يعطيك وحد الشكل اللي غتشوفوه معي في النهاية لاحظوا معي مزيان هذ الفليلات هذو علشان استعملتهم لأنه صعيب باش تهبطي هذك الخيط في الوسط ديال القصبة بسهولة يعني ما تقدرش هبطيه بسهولة خاصك تديري شي حاجة اللي تكون تقيلة يعني انا باللي هذ النوع هذا مزيان يعني ديال الفليلات بان لي مزيان تقدرو تستعملوا اي حاجة عندكم تقيلة وتهبطوا بها هذك الخيط المهم هو ان الخيط نقدرو ان احنا نجروه في الوسط ديال القصبة بكل سهولة فهذه الفكرة هذي مزيانة يعني مزيانة والاغلبية الناس متوفرة عندهم هذ المواد هذي هذ الشي لاش بلما نعقدوا الامور ونجيبوا شي حاجة اللي سعيبة وما كيناش عندنا كاملين فنجيبوا هذ الفليلات وما غير رخاص تمان ديالهم يعني رخيص متوفرين يعني كنظل انهم متوفرين في العالم كامل فا استعملوهم هم اللي غاي سهلوا عليكم الخدمة اتبقى كتستمري بهذ الطريقة هذي حتى تكملي يعني مش غادي نقولك حتى تكملي العدد ديال القصبات اللي كينين عندك حتى تكملي العدد ديال القصبات المناسب للدورة ديال القرعة اللي غادي تخدمي بها فغادي تشوفوا معايا كيفاش صراحة مشالية واحد مقطع من الفيديو المقطع اللي كنت جبت فيه واحد القرعة وقطعتها على حساب العبارة ديال القصبات من الاسفل ديالها فمشالي يا ذاك المقطع وعودتو غير بواحد تساور اتشوفوه معايا الان اتاخدو قنينة ديال الماء فارغة وغا تقطعوها بهذا الشكل هذا فغادي اعطيكم هاد نتيجة هادي هي اللي غادي تخدمو بها مع الاسف مشالي يا ذاك المقطع وما قدرت اني نعود نصوره المهم غا تكملوا القصبات ديالكم حتى توصلوا الحجم المناسب لهديك القنينة الصغيرة اللي غادي نخدمو بها كنتمنى ان الشرح ديالي كون واضح واي اي تساؤل وضعوه لي في صندوق التعاليق وغادي نجاوب عليه ان شاء الله غادي تاخدو شمع يعني عادي هاد شمع هاد موسدس ديالشمع فغادي نتاخدوه هو اللي غادي عاون ان نحن اللسقوا هاد يعني هاد القرعة هادي او هاد القنينة هادي غادي نلسقوها يعني غا نلسقوها هاداك القسابات على القنينة او على القرعة موين كل واحد كان نحاول انني مرة مرة نضرب عربية فصحة يعني ممكن انه ناس من دول اخرى يشوفوا الفيديو فحتى هما يفهموا الفكرة اتشي اللي مهم فكرة توصل لكل شيء وكنتمنى ان تصوير يكون واضح اي تساؤل بطبيعة الحال وضعوه في التعاليق وما تنسوش الرابط ديالي ديال الموقع ديالي على الانستغرام تقدروت يعني لكانش هي سؤال مهم وما جاوبتكمش عليه في التعاليق فكتبوه لي في الانستغرام ان شاء الله نقدر نجاوبكم فيه مهم غا تكملوا تلساق ديال هاد القسابات على القنينة حتى تباليكم سافي يعني الحجم دياله ولا مناسب وتقدرو انكم توضعوا بعض الديكورات يعني مهم ديروا اي حاجة بغيتوها تقدرو ترسموا مثلا دوائر قلوب يعني قليبات صغيرين تقدرو تديروا غير نوقات كيفما انا درتهم الان وتقدرهم تديروا والو يعني كل واحدة والدوق ديالها تقدرو تديروا نقاط صغيرة والان جيت اهم مرحلة وهي السباغة مهم انا غادي نسباغ بهذا اللون هادا وانتم كل واحدة فيكم تسباغ باللون اللي اعجبها هذا الشي علاش كتلاحظوا معي ان انا ملصقة وحد جوج ورقات التحت هذوك الورقات تفاديا لان السباغة يعني راكم عارفين السباغة مبغيناش من اللي نكملوا الخدمة وكن مسحوق فهد الشي علاش ستعملوا ورقة ستعملوا اي حاجة اللي غادة تتحافظ لكم الى الاتات ديالكم ومن بعد حايدوا الورقة بسهولة ورميوها ورميوها يعني معدش يحلوش هتعود تستغلوها فاق الآن غادي نسبغوا هاد هاد الشكل ديالنا يعني سباغة عادية فانا متوفر عندي غير هاد اللون هاد الشي علاش انا خدمت بيه مهم محتوي لون زوين يعني ما بيش تقدروا تستعملوا اللون الوردي كنظن اغلب السيدات كيعجبهم اللون الوردي مهم ديروا اللون اللي اعجبكم الاخضر الوردي اللون اللي يباليكم زوين ديروه فهنا غاد نكمل هنا السباغة ديالي اشكل عادي جدا غادي نبقى حتى نسبغ وذلك الخيط اللي يقوم على برارة فمنع السباغة يعني عادي ما غادش يبقى كيبان تقدروا تدخلو شوية لداخل فغادي نكملوا الآن خدمة ديالنا كما قلت لكم السباغة بشكل عادي ومن هاد المنبر تحية تحية الاخوان اللي كيشتغلوا في المجال ليل السباغة لانها صراحة ماشي سهل باش تسبغ وخالد شكل صغير سيأخذوا من بعد هاد البريو هاد يكون كيتباع في هاد القرائعات كيدر غردرهم الوحدة فاخدوا اي لون عجبكم انا هنا غادي نستعمل هاد اللون الدهبي لان كيف ما كتلاحظوا معي السباغة عندي خادرة غامقة فبغيت نفتحها يعني بالي مناسب انا نستعمل هاد البريو هادا سيأخذوا سيأخذوا اي لون زوين مهم الثامن دياله كيف مكتلكم مرخيص غير درهم الوحدة تقدروا تشريوا وتترشوا فوق هاد القسابات هادو الآن هادا والجزء السفلي ديال القرعة ديالنا حتى هو غادي نسبغو مهم لي ما بغاش تسبغو متسبغوش حيث هو اصلا ما غاديش يبان يعني كما قلت لكم لي بغا تسبغو تسبغو لي ما بغاش تسبغو بلاش بلما تضيع في الوقت ديالها او تقدروا انكم تسبغو القرعة كاملة قبل ما تلصقوا فيها هادوك القسابات يعني إلا بغيتوا تفاديوا انكم يبقوا ليكم بعض الفراغات يعني بايضين فسبغوها كاملة من برق يعني انا صراحة حتى كملت عذا طاحت عليا الفكرة يعني ما فكرتش فيها على البدية لأن هاد الخدمة هادي هاد الفكرة أول مرة طبقتها يعني مباشرة أمام كاميرا فما كانتش عدي غير فكرت فيها وطبقتها مباشرة فهد شي علاش انا قلت لكم من الأفضل سبغوها هي اللولة عاد سبغوها ذوك القسابات ولسقوهم طبيعة الحال تقدروا تلسقوهم لكن تعدكم شي لسقا يعني نوع دياللي ساق اللي غاد يلسقها لكم يلسق عليكم القسابات على القنينة لما عندهاش تدير بحالي تستعمل غير مسدس ديال الشمع حتى هو يعني مزيان المهم من بعد ما غتتسبغوها يعني تسبغوها كما قلت لكم هادوم الفراغات لي كيبقاوا حد شوية بايضين لما عجبوهاش يعني هاد الفراغات أنا صراحة معجبوني هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الشيطة الكبيرة عادية تشريوها غير من عند الشخص اللي كيبيع مواد البناء فهو اللي كيبيع السباغة و كيبيع الشيطات الكبار أما هاد الصغيرين خودوهم من المكتابة علشان انا قلت لكم من الأفضل سبغوا هذه القرعه هي اللوله حتى تسبغوها وتكملوا وتخليوا تنشف الطبيع بحال عادة من بعد رجعوا و لصقوا في هادوك القسابات الآن جاءت أهم مرحلة الفكرة صراحة جاءتني حتى الأخر قلت علاش هادوك القسابات غادين يبقوا لي فارغين من الفوق و ممكن انه من بعده وطفيهم طراب ممكن حتى الحشرات يعني حتى الحشرات يجيوا سكنو تم مايو و يعطوكم محاز منظر مزوينش هادوك شي علاش قلت غادين ناخد قطع دي البونج مو متقدرو تستعمل قطع دي البونج قدروا تستعمل قطاع دي البونج تستعمل قطع دي البونج تستعمل قطع دي البونج المهم هادوك 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 عريانين نغطيوهم صراحة هاد الفكرة هاد البونج من بعد اعطيتو هاد منظر من اللي تتبغيت اعطيتو هاد منظر هادشي عليس انا في النهاي عجباتني الفكرة يعني بنتلي مزيانة انتو ما غتلاحظوا معايش كليالها النهائي طبيعة الحال فالان انا غادي نسبغها هنحاول انني نسبغ كل شي هنه صراحة غتحتاجوا هاد الشيطة الصغيرة هاد الشيطة هدي ديال الرسم الثمن دياله رخيص صراحة ما اقلش بهم بش حشريته ولكن ممكن انظنش الثمن دياله غالي فلاحظوا معاي مزيان كيبانوا بحل بحل زارعين شي حاجة مو متنسوش التقبق القرعة ديالكم من الاسفل ديروا فيها بعض التقب علاش لانا الان غادي نوضعوا الطراب فضروري انه بتكاتبغي انها كيبغي علي المغ انه يخرج ما خصوش يبقى المغ لداخل فضروري اضعوا هادوك التقب عادي جدا يعني اخوذوا ايا ايا حاجة يعني سخنوها بالعافية وديروا بهادوك التقب ديالكم فالان اخذينا التراب عادي جدا الآن سنكمل هذا التراب حتى نصل إلى الأعلى سنكمل حتى نصل إلى المستوى العلوي ونزرع هذا الحبق ولي متوفر عندي في الدار فزرعته هنا فكنت منى أن هذه الفكرة تنال إعجاب ديالكم ولي عجبات هذه الفكرة لا تنسيش تبارتاجيها مع الصديقات ديالها وحتى الأصدقاء ديالها بيش كل شي يستفد واللي بغيت الرابط ديالي لانستغرام ديالي فهو هتلقاوه في صندوق الوصف وما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب وشكرا على المتابعة